حتى الأول من أكتوبر المقبل هي المدة التي أمهلتها إسرائيل لسكان قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة لهدم مساكنهم الجيش الإسرائيلي سلم لهؤلاء قراراً مكتوباً لهدم المنازل المقامة داخل نطاق خان الأحمر بشكل طوعي وفي حال رفضهم تنفيذ الأمر هددت سلطات الدولة العبرية بتنفيذ عملية الهدم تهديد لم يثني أهالي القرية لإعلان رفضهم بالنسبة لهم الموافقة على القرار سيفتح الباب لتكراره مع عشرات القرى في المنطقة إذا استولت إسرائيل على هذا المكان فسيتكرر نفس الشيء مع قرى أخرى في المنطقة الخطة الإسرائيلية قوبلت بإدانات فلسطينية ومن دول أوروبية عدة وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع الإدانات والمطالب الدولية للتراجع عن هدم خان الأحمر وترحيل مواطنيه بالقوة بينما أصدرت في وقت سابق كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد بالإضافة إلى بولندا وهولندا بيانا مشتركا يحذرون فيه من إخلاء هذه القرية الصغيرة على اعتبار أن الأمر سيدر بالسكان وبآفاق السلام بين الدولتين وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت في الخامس من شتنبر الجاري الضوء الأخضر لهدم خان الأحمر قرية يقتنها حوالي 200 فلسطيني وفيها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي ما أدى حينها إلى اندلاع احتجاجات منددة ورافضة لهذه الخطوة في المنطقة